في محطة باريس من جولته الأوروبية سيناقش الكاظمي تنفيذ قطار بغداد المعلق منذ سنوات مع الشركة الفرنسية ألستوم إحدى أكبر الشركات العالمية في صناعة القطارات والسكك مصادر مطلعة أخبرت يو تيفي أن الكاظمي وجه فريقه لخوض مفاوضات مع مصارف فرنسية للحصول على قروض استثمارية للمشروع وبفوائد منخفضة بعد تلقيه وعودا من الرئيس ماكرون بتوفير الدعم اللازم للقطار فيما أشارت إلى أنه سيعود من هناك ومعه تطورات مهمة في هذا الملف نأمل أنه سواء من محافظة بغداد التي هي على المشروع أو حكومة السيدة الكاظمي أن يضع اللمسات لأخير لهذا المشروع عن طريق الاستثمار أو عن طريق مشروع استثماري من الحكومة تثبته وبالتزامن مع محاولات الحكومة البحث عن دعم اقتصادي من المجتمع الدولي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها يبرز وجود السلاح المنفلت تحديا كبيرا يقف في طريق البيئة الاستثمارية غير أن شركة الاستوام الفرنسية التي تعمل في العراق منذ 2010 أبلغت بغداد بأنها قادرة على تجاوز المخاوف الأمنية هذه والبدء بتنفيذ المشروع أعتقد ما يكون مشكلة هي إلى خبرة وإلى تواصل وهي من 2010 هي موجودة أصلا في بغداد أعتقد هي الأقرب لعملية الإحالة وبحسب مسؤولين في الحكومة فأن العراق وضعت تصاميم الأولى للقطار في منتصف السبعينيات وكانت الأولى من نوعها في العالم العربي لكنه جمت في أعقاب حرب الخليج الأولى كما أن الحكومات المتعاقبة لم تفلح في إحياء المشروع المتركء منذ 16 عاما الذي مر بمراحل وعهود وبتسميات مختلفة من مترو بغداد إلى قطار بغداد المعلق وأحيانا يسمى مونوريل بغداد كما تبنته وزارات ودوائر بدءا من وزارة النقل في سبعينيات القرن الماضي ثم التخطيط ثم محافظة بغداد وأمانتها وأخيرا عاد إلى وزارة النقل اشتركوا في القناة